بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائبي القائد الأعلى نائبي الأول لرئيس مجلس الوزراء تم توقيع اتفاقية عسكرية بين حكومتين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وقد وقعها عن الجانب البحريني مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وعن الجانب البريطاني السيد فليب هاموند وزير الخارجية وتهدف الاتفاقية لتطوير منشأة تقدم تسهيلات عسكرية للبحرية الملكية البريطانية في قاعدة قوة دفاع البحرين في ميناء سلمان كما حضر مراسم التوقيع الذي تم في إطار حفل افتتاح منتدى حوار المنام مسالهم سمو الشيخ محمد بن مباركة الخليفة ومعالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة ومعالي الفريق ركن الشيخ دعيج بن سلمان الخليفة رئيس هيئة الأركان والسيد مايكل فالون وزير الدولة لشؤون الدفاع بالمملكة المتحدة وبهذه المناسبة أشاد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة بالجهود المشتركة التي يبدلها الجانبين البحرينية والبريطاني في مجال التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي بين البلدين وأكدان أن هذه الجهود تصب في مزيد من تنامي العلاقات المشتركة والارتقاء بالتعاون نحو الأفضل في مختلف الشؤون وبالأخص ما يتعلق بالشأن العسكري وبما يعكس عمق العلاقات القائمة بين البلدين متمنيا معاليه السمرار هذا التنسيق والتعاون بما يصب في صالح علاقات الصداقة بين البلدين من جانبه اعتبر أم علي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة الاتفاقية خطوة أخرى تصب في المسار المتنامي للتعاون المستمر والشراكة متعددة الأوجه بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة وأتؤكد على الحرص المشترك تجاه تدعيم الأمن والاستقرار الأقليمية مضيفا أن مملكة البحرين تتطلع لتنفيذ الاتفاقية في القريب العاجل في إطار استمرارها بالعمل المشترك مع المملكة المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين في التصدي للتحديات على صعيد الأمن الأقليمية كما أعرب سيد فليف هاموند عن سروره بتوقيع هذه الاتفاقية بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مشيرا لما يشكله تطوير وتوسعة المرافق الحالية التي تشغلها البحرية الملكية من أسام في تعزيز مستوى النشاط والعمليات مشيرا إلى أن الاتفاقية هي أحدى أوجه الشراكة الراسخة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في التنسيق لمجابهة التحديات وأكد سيد مايكل فالون وزير الدفاع البريطاني على أن الاتفاقية شكل من أشكال ارتزام بلاده بحفظ الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وتأكيد على العلاقة الوثيقة مع مملكة البحرين حيث أن تواجد المملكة المتحدة في المنطقة إسهام في التعامل الفعال مع المستجدات والتطورات وأضاف أن منتدى حوار المنامة فرصة هامة للتركيز على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات الرهينة بالعمل مع الشركاء الدوليين ترجمة نانسي قنقر موسيقى موسيقى